بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله نستكمل الدرس السابق اللي هو نسخ Object إلى Object ثاني ولكن نبغي نغير في فكرة شوي ومن خلال التغيير هذا رح نشوف معلومة جديدة إضافية إن شاء الله في درس اليوم في الدرس السابق افترضنا أن عندنا 2 Objects E و E2 وكنا نبغي ننسخ Object E عفوا Object E ننسخه إلى E2 بحيث تكون قيمة E2 نفس قيمة E في هذا الدرس نبغي نسوي حاجة جديدة وهي Make Copy يعني عندنا مثلا Object E موجود هذا Object E عندنا موجود إحنا ما نبغي ننسخه Object E إلى Object E2 اللي موجود مسبقا وإنما نبغي نسوي نسخة من Object E تمام Object E موجود عندنا نبغي نسوي منه نسخة جديدة يعني خلنا نشوف كيف شكل الميموري في الحالة هذه راح يكون عندنا هذا Activation Record حق الميثود Main هذا موجود عندنا فيه Reference وإنما نضع الـ Object E تمام يأشر على الـ Object E نفسه في الميموري هذا الـ Object E وعنده قيمه قيم معينة مزين اللي هي الـ 4 Attributes في الـ Object الـ Object خلنا نكتفي بواحدة منها مثلا الـ ID 1 1 2 2 3 3 3 تمام ما يهم من الـ يعني عادي أو ممكن نحط القيم الثانية علي ومحمد وسلري 10,000 تمام هذه هي حالة الميموري عندنا نفذنا المين نفذنا الـ Object E عبيناه Data الآن نبغي نسوي Make Copy نبغي ننسخ نسوي نسخة من الـ Object E هذا مزين اللي مش مانا ننسوي نسخة من الـ Object E نقدر نقول لنا عسان نسوي نسخة من الـ Object E نحتاج لنا نسوي عمليتين 1 1 احجز Object جديد احجز Object جديد تمام احجز Object جديد 2 انسخ قيم E في الـ Object الجديد الجديد اعتقد الخطوات واضحة نبغي نسوي Object جديد في الميموري هنا من نوع Employee بعد كده ننسخة E في الـ Object الجديد طيب احنا ممكننا نستفيد من Copy To اللي سويناها سابقا ونقول هنا نبغي نسوي حاجة وحدة فقط إضافة وحدة فقط نيجي هنا نقول E2 أو عفا نقول الكلام التالي نقول Employee هذا في المين Employee E2 Get New Employee تمام هذه نسخناها في الـ Object E2 واضح؟ لو طبقنا هذا راح نسوي Object جديد في الذاكرة تمام؟ راح نسميه راح نسمي الـ Object الجديد هذا E2 هذا E2 ثم بعد كده ننسخ القيم قيمة قيمة لكن زي ما قلنا حنا سابقا وكررناها كثيرا انه المين دائما اللي يكتبها ليس هو مصمم الـ Class نفسها وإنما شخص آخر لذلك احنا ودنا مثل زي Copy To Copy To ما كانت حساج أي شي نهائيا من الشخص اللي يستخدم الـ Class المبرمج اللي يستخدم الـ Class المبرمج اللي يستخدم الـ Class حقتنا Employee زين؟ لما نعطيه الـ Class مطلوب منه فقط يستدعي مثود Copy To الآن اللي يبغاه هنا هنا انك تسوي مثود زين؟ اسمها MakeCopy خلق اكتب لك الاسم مثلا كاسم مقترح MakeCopy تمام؟ المثود هذي تخذ لي Object اللي هو E هذا وتسوي لي منه Copy جديدة يعني هي اللي تسوي الخطوتين هذولي مع بعض طبعا في حاجة بسيطة يعني ما شفناها إلى الآن راح نشوفها في المثود الجديدة هذي وهي كيف ان المثود زي ما شفنا قبل ان المثود تستقبل preference زين؟ كيف المثود ترجع reference هذه ما شفناها كنا شفنا مثود ترجع لي Boolean ترجع لي Integer ترجع لي Double ترجع لي Primitive Types لكن ما شفنا أبدا مثود ترجع لي Object تمام؟ في هذا الدرس راح نشوف إن شاء الله مثود ترجع لي Object أنا ودي تحاول تكتب المثود هذي MakeCopy جرب تكتب لي مثود واحدة في Class Employee تمام؟ ها المثود هذي مهمتها أنها تسوي Object جديد من نوع Employee وتنسخ قيم الأوبجيكت الحالي في الأوبجيكت الجديد ثم بعد كده ترجع لي الأوبجيكت الجديد وقبل فيديو يجرب سوي شي هذا بعد كده أرجع للفيديو خلي نشوف المثود هذي طيب أتمنى أنك حاولت طبعا هذا هو الكود قدامك خلي نشوف الكود هذا كيف يعمل بس خليني أول أشيل البقايا الكود السابق إذا كنت كتبت كود حوال تكتب كود قارن الكود اللي انت كتبته مع الكود اللي موجود قدامك الآن هذا طبعا الجزء هذا هو المين الجزء هذا هو المين تمام؟ خلونا هذا هو جزء من المين من المثود مين تمام؟ جزء من كود المثود مين وهذا موجود في Class الجزء هذا كله عبارة عن Two Methods موجودة في Class وهذا هو خلي نوريك البرنامج في الإكليبس هذا سوينا Employee عبناه Data كل شي طبعا Data حقته وانتهينا جينا هنا سوينا لاحظني أنا كشخص أستخدم Class Employee فقط استدعيت المثود MakeCopy مزين استدعيت المثود MakeCopy المثود MakeCopy رجعت لي Object جديد من نوع Employee طبعا لابد أن أسوي الرفرنس هنا حتى أن يستقبل الـ Object الجديد نشوف الحين كيف هذه تشتغل هذه هي المثود MakeCopy هنا موجودة في في Class Employee وتستخدم المثود Copy To خلي نشوف الآن كيف المثود هذي MakeCopy تشتغل أول ما نبدأ طبعا يبدأ الاستدعاء دائما من المكان هذا تمام في البرنامج الأصلي يبدأ استدعاء أنا من المكان هذا استدعاء method MakeCopy على Object E خلي نسوي الـ Activation Record الخاص بالمثود MakeCopy هذا الـ Activation Record الخاص بالمثود MakeCopy تمام وعندنا هنا ريفرنس واحد فقط هو This تمام و This يأشر على الـ Object خوينا اللي هو الـ E هذا لأن استدعينا المثود على استدعينا MakeCopy على E فإذن رح يرسل الـ E كبرامتر مخفي زي ما قلنا قبل يأشر على هو نفسه This الآن الشيء الملاحظ في MakeCopy هذا من أهم الأشياء اللي لازم تلاحظها أن الـ Return Type ما هو Void Copy To كان الـ Return Type Void ما ترجع لي أي شيء تمام؟ هنا الـ Return Type ما هو Void وأن الـ Return Type هو Employee بمعنى أن المثود هذي راح ترجع لي ريفرنس لـ Object من نوع Employee أو اصطلاحا نقول للمثود MakeCopy هذي راح ترجع لي Object جديد من نوع Employee زي ما تلاحظ هنا هذا هو الـ Object NewEmp هذا Object جديد وهو راح نرجع الـ Object هذا أو الـ Reference NewEmp خلنا شوف كيف العملية هذي تصير طيب الآن استدعينا المثود عندنا This بداينا باسم الله الرحمن الرحيم بداينا تنفيذ السطر الأول من المثود السطر الأول بكل بساطة يقول لك سولي Object جديد هذا الـ Object الجديد عندنا هنا في الميموري يقول لك سمى الـ Object الجديد NewEmp أو يضع له Reference اسمه NewEmp هذا الـ Reference الجديد والـ Reference الجديد هذا اسمه NewEmp ويأشر على الـ Object الجديد هذا السطر الأول الآن السطر الثاني قل لك استدعي لي المثود CopyTo اللي هي خويتنا CopyTo اللي شفنا المرة اللي راحت استدعى تبع الأوبجيكت الحالي اللي هو E لاحظنا ننا شفنا قبل كيف ميثود تستدعي ميثود ثانية ونستمر في إرسال نفس الأوبجيكت من خلال الـ This الـ Object دائما نستمر في إرساله من ميثود إلى ميثود من خلال الـ This إذا كان في ميثود تستدعي ميثود ثانية جوا الـ Class فهنا هذه CopyTo الميثود CopyTo راح نستدعيها تبع الأوبجيكت E لأن MakeCopy نفسها تستدعيناها تبع الأوبجيكت E أو راح نستدعيها تبع This و This زي ما تشوف هنا هو نفسه E فإذا نجي هنا نسوينا الـ Activation Recorder الجديد حق CopyTo ممكن أنا أكتب لك هنا CopyTo وهنا Make Copy وهنا طبعا الميثود المين سوينا الـ Activation Recorder الجديد راح نرسله To References راح نرسل الـ Parameter اللي عندنا هنا NewEmp هذا الـ Parameter NewEmp اللي هو عبارة عن Reference هنا CallBySharing اللي تكلمنا عنه سابقا فإذا دست هذا هو نفسه NewEmp فإذا راح نضع هنا عندنا دست هذا دست تمام هو نفسه NewEmp اللي هو عبارة عن Object فاضي ما في أي قيم فعلا فاضي تمام في الأربع في الأربع Attributes فاضي وعندنا أيضا This و This زي ما قلنا يستمر إرساله بما أننا سدعينا مثود من جوه هنا والمثود هذه Make Copy نفسها مستدعات على E فإذا المثود الجديدة راح تستدعى على نفس E راح نرسل الـ This مرة ثانية زين فإذا جوه Copy To راح يكون عندنا This مرة ثانية هذا هو This و This يأشر نفس This السابق تمام طيب الآن جوه هنا راح ننسخ نقول Destination to ID gets ID when dist هذا dist الـ ID حقه هو نفس الـ ID حق هذا فنبدأ ننسخ زين نجي هنا نقول واحد واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ننسخ علي وننسخ محمد وننسخ عشر ألاف هذا هي الأسطر الأربع اللي عندنا هنا في البرنامج سطر هذا وهذا 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 بكل بساطة أهم شي تفهم كيف الـ Parameters تمشي كيف الـ References هذي تروح من Method الـ Method كيف This يستمر يروح من Method الـ Method عندنا لما نستدعي Method من Method أخرى زين الآن خلصنا من الـ Method هذي الـ Copy To نرجع المين نرجع الـ Method اللي استدعت Method Copy To اللي هي Method Make Copy كنا موقفين كنا استدعينا هنا هنا فنرجع للـ Return هنا نكمل الـ Return زين فنجي نرجع هنا لاحظ أن هذا الـ Object مشترك ما بين الـ Method Make Copy و Copy To فالتعدلات اللي سويناها في Copy To رجعتنا في Make Copy زين موجود عندنا في Make Copy ما زدنا محتفظين فيها الآن Make Copy طبعا انتهت Copy To فنقوم ننسح Copy To هذي شي مهم جدا عشان ما نلخطط خلصنا من Copy To فنمسحها ونمسح معها كل الـ References اللي موجودة لأننا خلصنا من Method D تمام؟ نمسح الـ References هذا عندنا زين؟ بقالنا الآن إيش؟ عندنا Make Copy Make Copy Make Copy الآن راح ترجع لي هنا زي ما نشايف راح ترجع لي إيش؟ ترجع لي الـ References New Imp تمام؟ وش ما نترجع لي الـ References New Imp؟ نيجي هنا نقولنا Method Make Copy قيمتها بقيمة التي راح ترجعها راح ترجع Reference New Imp إلى Object من نوع Employee زين؟ راح نسند الـ References هذا الـ E2 هنا الزبدة راح نسند الـ References New Imp إلى E2 فنجي هنا نسوي الـ E2 نسوي الـ E2 تمام؟ الـ E2 قيمته هي نفسها قيمة New Imp لحظة الحين عكسنا صرنا نرجع الـ References بدلا ما كنا نرسل قبل فNew Imp هو نفسه E2 E2 ياخد قيمة عفوا E2 ياخد نفس قيمة New Imp وانتهت Method Make Copy فنشيل الميثود Make Copy وانتهينا الآن سوينا Method أو صدعين الميثود هذه Make Copy اللي هي تاخذ لي Reference وبنفس الوقت ترجع لي Reference زين؟ أرجو أنك تعيد الفيديو هذا أكثر من مرة فيديو مهم وتحاول تكتب الميثود Make Copy هذه إذا حسيت أنك فهمت الفيديو قفل الفيديو وحاول تكتب الميثود من نفسك حفظاً زين؟ كيف نعرف أن الميثود ترجع لي Object زي ما تشوف هنا تمام؟ هنا لما جينا حطينا شو اسمه؟ قلنا أن الميثود ترجع لي Reference من نوع employee معنى أنه ترجع لي Object employee إصطلاحاً يعني زين؟ كيف هنا رجعنا الرفرنس هذا وكيف أسندنا الرفرنس اللي رجعناه للرفرنس بأربر وعنى شكرا